تقدمت الفنانة ناديا الجندي ببلاغ لمدرية أمن الجيزة واللي بتفيد فيه تعرض فيلتها للسرقة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين صحته وكانت ناديا الجندي قدمت بلاغ عن سرقة مصوغاتها الزهبية من الفيلا اللي بتسكنها في منطقة العمرانية واكتشف رجال المباحث إن الخادمة وراء السرقة وبعد موجهتها اعترفت بكل شيء وأرشدت عن مكان المصرقات وقالت إنها سرقت المصوغات الزهبية من غرفة الفنانة ناديا الجندي أثناء قيمها بأعمال التنظيف ولازت بالفرار هاربة ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة للسرقة على يد خادمة حيث تعرضت ناديا الجندي في مايو عام 2017 للتهديد بالقتل وذلك بعد عام واحد من الحكم على خادمة كانت بتعمل لديها بالحبس بعد اتهمها بسرقة مجوهرات من منزل الفنانة اشتركوا في القناة